مساندة جميع النادي الأهلي بس خليني أبدأ مع كابتن رامي هل بتصوف النتيجة زي ما قال لكابتن ياسر نتيجة خداعا أو نتيجة صعبة من سيناريو مطش العودة يوم الجمعة إن شاء الله هو طبعا هي نتيجة خداعا يعني وحتى مستر كورر ده ناس كتير بتحلم بيقولك بس نرجع من هناك بتعادل هو يعني هو الكلام بتاع مستر كورر اللعيبة لازم يحملهم مسئولية أكتر ولازم يعرفهم وهي فعلا النتيجة خطر وكمان اللي انت النتيجة اللي انت المتش على أرضك وفي وسط جمهورك وهيبقى الضغطة علينا أكتر وعاوزين نكسب من بدري فلقد لو لو هو حصل أي حاجة هيبقى فيه ضغطة أكتر فهو الرجل مخلي اللعيبة ومركز ومركز للنتيجة هناك أنا بالنسبة لي نتيجة إيجابية وفي وسط الأجواء والملعب النجيل الصناعي ودرجة الحرارة أنا كنت شايف الرجل عمل جيم كواس جدا وكان وكنا قادرين نكسب كمان يعني فيه كورتين ثلاثة كده كان ممكن نجيب دولين نخلصهم بس برضو هي نتيجة كويسة ياريته كان خلص واحد واحد أو اثنين اثنين يا ريت إحنا كنا سجلنا هم بس أنا بتكلم بقى دي ميزة ميزة ميستر كورر وميزة اللعبة الكبيرة اللي بوقت اللبس يعني ده نموذج من نموذج اللعبة كبيرة بيتجمعوا وبيتكلموا عارفينهم معاوزين ايه وأنا بقولك هو هتلاقي برضو الكلام نعتبر المطش بتاع يوم الجمعة ده هو المطش بتاع الزهاب لسه ما عملناش العودة يعني لازم نعمل نتيجة جباية هنا ولازم نكسب يعني هتلاقيهم هم مركزين ومحضرين شغل اه ناق زيني ونفس اه بينا وبين ازي تأهل نفسك نفسك كلاعيبة 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 فان شاء الله خد بالك برضو ياسر خبرة كبيرة في أفريقك اه طبعا ياسر السنين طويلة يعني تقريبا ياسر لف قارة مفيش بلد معداش عليها مفيش زرفة متحطش مفيش ملعب وحش ملعبش فيه مفيش جو وحش صح وانا عاوز اقول لك برضو كابتن احمد اللعيبة كبيرة بالذات خلاص خارط خبرات كتير وكتر اللعبة وبالمواقف اللي بيتقابل اللعيبة المواقف لما بيتعاد مرة او اتنين بيبقى سهل بيبقى سهل بالنسبة له فهو بس هو لازم الرسالة دي توصل لقط اللبس لازم الفرقة كلها تبقى مجدودة كله بيقى مركز وده كله بيبقى صلاح النادي وصلاح الفرقة ان شاء الله يوم الجمع الصرف الموضوع يعني اللي فرح جماهير ان احنا تطمننا على عودة اسماء كتيرة جدا هل دي من وجهة نازك تبارجل حسابات مارسل كولر يعني كل الكلام بعد مباراة مازمبي وفترة الراحة التمانية واربعين ساعة اللي كان فيها عدم وضوح رؤية بالنسبة لحالات المصابين كان الكل مراهن على انه الاهلي زي ما انت قلت عمل جيم كويس في ظروف صعبة فبالتالي نفس سكوات ده يقدر يكسب مازمبي هنا ويضمن تذكار تتقاه هل عودة الاسماء دي تلقبط الحسابات شوية؟ لا ده عودة الاسماء دي تدي ثقة للرجل اكتر يعني تدي ثقة وتدي ثقة للتيم نفسه يعني اللي عودة اللعيبة حسين الشحات هقول لها ركح جوا حسين وإمام وحسين وإمام ومروان هما دول التلاتة دول اللي رجعوا صح؟ واكرم وكوكا طبعا طبعا لا أكرم وكوكا أصلا هو خارج وديانج يعني وديانج والشناوي طبعا والشناوي طبعا والشناوي بقاله فترة رجع وكده بس انا عاوز اقول لها رك انا شايف المروان ممكن من الرجل ما يجذفش بيه عشان كانت اصابة عضلية فالموضوع هيبقى يعني بدغط المطش ده والنتيجة اللي هو عاوز يعملها نتيجة عجبية في أسرع وقت جوا المباراة ممكن يستغل المروان لو هو خده جوا التشكيل وكده ممكن يحتاجه الشوت التاني لكن إمام على حسب جاهزته البدنية هو وحسين لو جاهزين بدنيا ممكن حد فيهم يبدأ المباراة ممكن طب حاجة للتشكيل والاختيارات بالتفصيل في الآخر ولكن مازمبي اللي انت شفته في كونه هيجي لعبك بنفس الطريقة مازمبي اللي خط دفاعه هو أضعف خطوطه وسهل جدا اختراقه ثلاثة بيلعبوا جنب بعض الأول مرة في خط الهجوم وتلاثة بيلعبوا جنب بعض الأول مرة في خط النص قدروا الحقيقة أنهم يشكلوا خطورة كتيرة كبيرة على مرمى مازمبي هل تتوقع أنه السيناريو اللي هيلعبك بيه أو اللي جاي بيه وهو ما عندهش حل غير أنه يسجل هو بصرف النظر عن تعادل إيجابي هو عنده فرصتين تعادل إيجابي أو ماكسب بالتالي في الحالتين هو مطالب بإنه يسجل هدف طبعا هل تتوقع أن يلعبك بنفس الطريقة اللي لعب فيها في الكونغو ولا تتوقع أنه شكل مواجهة من وجهة نظرهم هو هما أو من ناحيتهم هما يبقى مختلف لا طبعا المباراة سفر سفر زي ما أنت قلت كده هيبقى فيه تحفظ منه مش هيلعب بالضغط عالي وجيم مفتوح لا طبعا كان اللي مساعده هناك الجمهور وأرضية الملعب طبعا النجيل الصناعي ده موضوع صعب جدا على اللعب أنت هتلاقيه وهتلاقيهم هما كمان لما هيجوا يلعبوا على النجيل الطبيعي هتلاقيهم مش هما دول بتوقع مازين ببتوقع النجيل الصناعي كتر اللعب عليه هما حفظينه أنا فكرة دي نقول للناس أنه اللي متعود على النجيل الطبيعي بيبقى السنس والكنترول والتأديل المسافة طبعا كل حاجة وصورة الكورة وكل حاجة كل ده مختلف عن النجيل الطبيعي يعني والعكس الصحيح والنجيل المتعود على النجيل الصناعي ما يجي لعب عن النجيل الطبيعي مع رش الميا مع الكلام ده لأ الموضوع بيبقى صعب عشان كده يمكن كفيم يسبس كتير أو كرات سهلة أو يبقى ضيئ من نادي الألف ماتش عشان أرضية الملعب عشان أرضية الملعب كمان ومن الأرضية اللي هي الأديمة الربر بتاعها الزيادة اللي هو الأسود ده أزيد من النجيل الأخضر فالكورة بتنزل تقف ما بتتحركش فده كله وإحنا ما تمرناشا لتأميننا واحدة في مدينة ناصر على النجيل الصناعي هم واخدين عليه وعارفين كوت البس تطلع ازاي فالحاجات دي كلها هتأثر عليهم هنا في استاد القايرة الحاجة التانية لا الراجل زامح راجب تقول هو عاوز يعمل نتيجة إجابية أو مكسب فمش هيجازف إحنا اللي لازم نبقى منجازف ونأخذ المباراة نقطع المباراة أكيد مستر كورر تكلم مع اللعبة وهيتكلم عمل للمباراة هتقطع أجزاء إمتى نضغط ضغط عالي إمتى نعمل برس إمتى لازم نهاجم بكل خطوطنا إمتى نقف إمتى لازم نخليهم يجوا علينا شوية في نص ملعبنا عشان خطوطه أضعف خط عنده وخط الظهر فلازم نطلعهم من منطقة الدفاع عنده عشان نقدر نعمل الكونتر أتاك عليهم فكل ده هتلاقي مستر كورر طول الثمانية واربين أو الثمانية وسبعين ساعة دول هتلاقي بيتكلم مع اللعبة فيها بتلاعب واحد من أكبر فرقة فرقة